ما أجمل مدارسة القرآن في رمضان سواء أن تستمع لحلقات مدارسة أو أن تبحث عن صحبة طيبة تتدارس معهم القرآن أو غير ذلك من الأشياء التي ممكن الإنسان أن يعيش مع القرآن لا نريد أن نهذ القرآن كهذ الشعر كما ذكر ابن مسعود رضي الله عنه لكن لا بد أن نعيش مع القرآن نتدبر القرآن نعيش آياته إذا قرأنا آيات الجنة نعيش مع هذه الآيات وكأننا قد دخلنا الجنة إذا رأينا واستمعنا إلى آيات في الوعيد وصفة النار نستعيذ بالله من ذلك